قلت يعني الامر زيادة شوية وبعدين مفيش حد بيريحك يعني فيش حد يقولك مثلا خلاص انت معايا وانتهى الامر بالنسبة لك كده لا ده بيديك في معايد اه لحد ما جاهش هو تمانية في شهر تمانية قالوا لنا خلاص انتو هنقولي الاسماء للخمسة وعشرين اللي موجودين يعني خمسة وعشرين بس خمسة وعشرين بقى خلاص اه تمام فقاله الخمسة وعشرين انا اسمي شويهم خلاص بعد الهيصة دي كلها اه اللي حصل لك لما ماسمعتش اسمك خلاص يعني قلت خلاص يعني حلمه يعني تفكير طفل برضو مش هيجيب كلمات كبيرة او تعبير كبير بس يعني خلاص يعني موضوع منتهي بقى خلاص يعني مفيش مشكلة هتروح تعمل ايه هتروح تقول ايه الحاجات دي من نوعنا طفل ما بتشغلنش خلاص كويس يعني خلاص الحقيقة في اليوم ده كان فيه عم حسن الله يرحمه تعقامني كده في النادي وكان المزاج يبقى رائع شوية فيدخل اخوتي معايا مزاج مش رائع فيوقف ويسيبهم بره على البوابة كده اليوم ده ما كان مزاج مش رائع ما ما دخلوهم مش فانا طالع بقى هقول لهم خلاص يعني الحلم انتهى وخلاص يعني ده نصيبه انتهى الامر ووصلت كان فيه شجرة مش عارفها هتسكت في سكرة ولا تعتلي في الان صالة راتب قبل الجام اهو بروف عليها كان متشارة الجميز دي شك كبيرة اوي كده كان عام درغام عام درغام اللي كان التسالي واللب والحاجة يقعد عندها على طول على طول تحتها اه انا وصلت لحد عندها يعني بيني وبين بوابة النادي ده مفيش اه خامة اه خطوتين تلاتة تلاتة متر ربعة متر بالكتير جدا اه ده بالكتير اوي اه الجامع على شمالك اهو ايو 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 ولا وصلت عندها يعني خلاص وصلت عندها الجميز دي كنا او من خش النادي تلاقي الجميز واقع على الارض من الشجرة دي اه انا اقول لك بقى ليه انا معلمها في دماغي وامري ما هنساها لاني لقيت واحد بيجري ورانا تمام بصرعة شوية لهو عام حارس اه اه زباعتين يا كباعتين فيه يا ام حارس اه الكابت يقولوك تعالي بكرة يا عام ده اللو الخامسة ععشين خلاص يا هاي اسمعوا الكلام قالوه عم الجوش يعني طريت عام حارس في الكلام يعني اا بكرة تكونو مواجدين الساعة ثمانية فهمين الو مش فهمين اه يا ام حارس بقولوك هو بكرة تكونو موجدين فانا فرحت الامل الجدد اه طبعا خلاص انت انتهى وانت كنت رايح خلاص ماشي بقى خلاص انا اقول لهم خلاص انتهت خلاص يعني رايح بلا عودة كويس فكان قابليها بعشرة دقايق كده كانوا قاعدوا معانا في الملعب وقالوا لنا الـ 25 الناس اللي برا الـ 25 يعني عندنا نادي تاني اسمو نادي النيل ممكن تروحوا كم بتاع كابتن رحمد باهل رغم ان انا لعبت بعدي بس سنتين في نادي النيل ده سنة بس في الوقت ده قلتوا يا كابتن انا جاي يلعب في الاهلي يعني انا معرفش نادي النيل ومعرفش حاجة تانية خلاص فلو مفيش ناسيب في الاهلي خلاص يعني انا انا مش هروع ا oppress انت قلتقولوا الكلام ده اليمين قالอ... كابتو سيس لا كابتو حسام البادري كابتو حسام ال بالر اheimer我覺得 الليعيب اللي هي كان بنبقى الفوق اللي هي بتبقى يعني الزيادة بيوادوها نادي النيل عشان تبقى تم topa ع النادي الاهلي ولو تحس ان يجبوه او فانا أقولت له يعني انا جاي يلعب في النادي الاهلي معرفش هتانية تفكيري مش جايب هتتانية خلاص فلو مفيش نظيب خلاص يعني انا هروق يعني ده اللي اطلع منك في الكلام في اللحظة دي اهو فكابتر عم حارس لما جاه رحت انا جايب بقى لب سوى من عم درغان بقى الامل الجدد بقى فيعني يعني ننغنغ نغنغتها شوي رحت اطلع كل اللي جواه كل اللي بجبي وطلقت قلت لهم بكر قالوا تاني يعني ما قلوش حاجة جديدة لاخواتي يعني قلت لهم اه بكر تاني يوم بقى